معكم احمد دادة من مكتب الرشالة للنشر وتوزيع. اليوم سنتحدث على الدخول المدرسي لهذه السنة حالة استثنائية لتزامنه مع عيد الاضحاء وعيد الفطر ورمضان ومسكين الاباء كان عندهم عطلة ومسائل. هذو كاملين اللي يخلىوا ان هاد الفطرة الحالية كان عيشه واحد اقبال قفيف على اقتناء الكتب المدرسية. رغم ان الدخول المدرسي على الابواب. اظن هذا راجع بالخصوص الى اخص وعامل مادي. ان يكون في العون الاباء كانت تعدروا فارغ الصبر الدخول الشهر المقبل الذي يمكن يكون اقبال ان شاء الله على الكتب. وبنجهة اخرى هاد العام غدي كون واحد حالة استثنائية. غدي كون حالة انا اقول ان الموسم الدراسي غدي كون طويل شوية كما كيقولون. غدي طويل عدنا لحقاشكين واحدة التغيرات ديل بعض الكتب الدراسية وصلنا للمستوى الاول المستوى الثاني. الذي قررت الوزارة التغير ديالهم. وهذا كتطلب واحد الوقت. احد الساعة بقي ممكن انتشي كتاب جديد من كتب ديل السنة الاول والسنة الثانية. احنا ما انتظر. وهذا كيخلي اصحاب مكتابات والاباء كينتظروا الصدور للطبعة الجديدة. بالنسبة للمقاررة بصفة عامة كنظل ان كل شيء متوفر. احنا كنتظروا عرض الزبائن يجوا عدنا. وبالنسبة الكتب اللي كيصاردوا من خارج البلاد عودتانية ديالهم دميلف اخر. اه دائما دائما احنا كنعانيهم من المسألة ديال ان الكتاب موجود غير موجود. ننتظر حتى تدخليك. اه الاباء يريدون يريدون نقص جميع اللوازين المدرسية قبل قبل وصول الكتاب. ولكن مع الاسف كيبقى دائما نقص خصاص في بعض الكتب. كيكون اما الموزع موزع بكتراع باش تلبي الرغبات ديال الاباء ديال تلاميذ. ولا ديال المدارس اللي مقرر الكتب. ولا كيكون اصلا ما في خباره مش بلا كتاب بلا را مقرر. يجب ان يطلبوا. ويجب ان يكون عندهم واحد الوقت. باش يكتوبوا يجيون ان شاء الله. الحمد لله انا بالنسبة لتجربة ديالي المتواضعة. فكنظن ان الدخول مدراسي عام على عام. كيولي صعيب شوية. كيولي صعيب شوية. كيولي صعيب. لا انا من كنتبين جدا. ويجب ان يحدثون. وهاد الكتاب يتعد. كيولي صعيب بما يحدثون. كيولي صعيب بلا كيولي صعيب. كيولي صعيب شوية. في شكل صعيب. بلعنين الكتاب والعديد. ستتجربة كلها مستعمل لنظام الكتابات. كيولي صعيب على العام على عام. بل يصل لنا بعض المدارس المؤسسات التي تبيعها داخل المؤسسات ليس جول المدارس لكن بعض الفئة تعتمد على هذه المسألة ترغم الآباء من داخل المؤسسات ما هي الكتب الفرنسية؟ لا أعرف أننا كبائعين بالجملة لا يوجد تضرر كثير ولكن بالنسبة للمكتب المؤسسات هناك تأثير السلام عليكم مرحبا بكم معنا في الرسالة أولا سنذهب إلى الدخول المدراسي هذا العام الحمد لله كان يقبال لا بالنسبة للمدارس لا بالنسبة للمكاتب وحتى بالنسبة لأهل وخد زمن هذا العام كم العام اللي فات وكم العادة مع العيد الأضحى ولكن الحمد لله الناس رعيدوا وبقى لهم شي شوية وجوا بش يأخذوا كتبات بالنسبة للكتوب الحمد لله كل شي متوفر وخا كان واحد يعني شوية كل شي موجود يعني ما كانش يعني متحتال بالنسبة لزبائن كم كانوا كم كانوا يعني كانت وحد كانت وحد وكان كل شي مرضي كما يقوله المشكلة اللي كانت هو بالنسبة للمسويات اللي كانت فيه تغيير بنسبة لهذا العام هذو كما اللي لقينا فيهم مشاكل يعني الأكثر يجيو كيلقا هم باقي عمام موجودين هذك هو المشكل اللي كان أما بنسبة يعني المستويات الأخرين هدفهم موجودين يعني كان المشكل غير بنسبة الأول والثاني ولكن كنت منه إن شاء الله يعني يدخلو زعما في الوقت هذا العام الحمد لله لا هذا العام الحمد لله معادرنا لكم من قبل يعني وصلونا الكتب في الوقت ديالها يعني ما ملقيناش صعوبات بزاف مع الكتبيين اللي كيتقدوا من عندنا يعني كلقوا كل شي متوفر أباك كما قلت لك يعني بالنسبة له هذو كما اللي كانت فيهم تغيير هذو كما اللي فيهم شوية النقص وتانيا ما موجودين باقي موجودين باقي موجودين يعني كل شي غادي مزيان بالنسبة لحنا فين كاينين يعني أنا بالنسبة لسيرفيس بيداغوجيك احنا ما عندناش علاقة بزاف مع هذوك ديال اليفونت يعني احنا كنت عملوا مع المدارس ما كانت عملوا مع الكومونت ما كانت عملوا مع الكومونت احنا يا غر كان وجوهم يعني بالنسبة للمنتجات ديالنا و لكن بالنسبة لبيع هذا فما كانت نظنش بأننا اللي سوف يفيدك يعني سوف يفيدك الأخرين المسؤولين عن البيع لا الحمد لله الحمد لله الحمد لله يعني عام على عام إن شاء الله يعني كنت منه ويبقى على هذه الوثيرة هذه ف الحمد لله يعني كنت نشوف اقبال يعني اللي يهديهم أولا لأنهم كيجوا كلهم دقة واحدة وكيقصوا تل آخر لحظة يعني شو وحدين كيجوا تل آخر لحظة وهذا كيف يكون زديحة أباق كانين اللي يعني كيوجدوا قبل هذوك باش كيتفاوضى وهذا الاكتظاد اللي كيكون في آخر لحظة يعني هما كيتقدوا قبل وكيوجدوا يعني لاليس ديالهم وكيأخذوا كتبات ديالهم هذوك هما اللي يعني اللي وكيأخذوا سلعتهم مرتاحين وثانيا كنتطلب منهم شو يدي يصبر لأن رك عارف ملك يكونوا كل شيء يجد قوحدة وكل شيء يبغي باش يعني تسربة هولو وولو هذوك شعش كنتطلب منهم شو يدي يصبر وان شاء الله يعني كل شيء يدوز بخير على خير كلمة أخيرة عواشركم بروكة و الله يدخل عليكم صحة وسلامة وما تمنيشوا ان شاء الله وكنتمنى وكنتمنى يعني الخير والسلام للجميع موسيقى 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 اشتركوا في القناة